اليوم رح نستفيد شغلي من المحاضرة نسبة للتدبير لسعافي لساعات الحشرات والنحل والنمل في بعض الأنواع النمل طبعا سام التدبير طبعا بمجمل وما بيكون بس بمضادات الحساسية مثل ما مواطم الأسعافات بتصرفه وإنما بالحق من العضلة للأدرينالين الممدد بنسبة واحدة مئة ألف أو واحدة إلى ألف أطول فهذه النسبي أو هذه الإبنفرين أو الأدرينالين بيساعد على تقبض الأوعية لأنه مواطم الصدمات التحسسية وصير فيها توسع أوعية يا جماعة طبعا هاي المحاضرة يعني تعد بالمجمل هامي لأنه يعني بتعطي الطبيب المناوب في الأسعاف وطبعا غالب طبيب عام بعد سنة ممكنكم بس تخرجوا بهاي المهني يعطيكم ميز يعني الجميع أنه بتعرفوا تدبير لسعات الحشرات فهي شيء كثير مهم يا جماعة ليس فقط مثل ما يعطى في الصدريات تيكسام التازون أو دارفين أو ضادات حساسية الأمر أعمق من هيك لأسف عم نشوف حالات وفاة في لدغات العقارب والأفاعي والأنوال العناكب السامي صبعا رحم باشي غالق بالتفاصيل هاي انتم مقدمين الصوت واضح اي حكي مواضح تمام الصوت ايه تمام والله جيد خير وقتا الدبابير والنحل والنمل اللاسا طبعا نفس التدبية تقريبا ما في حدا يمكن من لقرصاته نحلي أو نمني أو دبه بمكان صغير وغرمت عين وغرمت جسمه مطرح للأسعة وكثيرت مثلا راحه على الصدري عاطه دواء وعانى منه لمدة أسبوع لأنو العلاج كانت ناقص طبعا طبعا ردة فعل الموضعي أو المعممي تعتمد على مناعة الجسم المناعة إذا كانت شديدة فبيكون الرد قاسي كتير على كل الجسم المناعة دا كانت يعني أضعف شوي أو ثم ما دخل الجسم سابقا فبيكون موضوع أضعف تعتمد على موضوع الذاكرة عند المناعة إذا جاء مثلا دبور لسعنة أول مرة بيكون رد حلو مثلا بسيط ومقبول المرة التانية المرة التانية بيكون مثلا أشد بكتير ليش؟ يعني خلايا التائيه بيكون حفظة نوع السم أو المصدد فيه طبعا السم النمل أو سم النحل يتفاعل مع الجسم طبعا هو عبارة عن مصددات بتعمل معه الجسم على أنه جسم غريب دخل بتعمل معه الجسم أو المناعة على أنه جسم غريب فاتع الجسم فبصير أنه رد في المناعة طبعا غالبا بيكون مناعة من نوع الخلطي هاتفقنا المناعة الخلوية بتكون للفيروسات والمناعة الخلطية بتكون للذيفانات أو المصددات بعده المظهر السريري الأعراض الموضعية بتكون أعراض نحن سميه أعراض لسعة من هام أخودي ثم حمامة حمامة أطوان وألم موضع وزمي حكي طبعا ستببا فرازة للهستامين يوسع الأوعي الدموي فتصير مكان قاسي وزمي حمامة لون أحمر سوف توسع الأوعي والألم طبعا مكان لسعة الألم يعني داد بعض الأطباء كانوا عندهم فكرة أخينا نحن مثلا خاصة لسعة العقارب أنه حون ديدوا كائن حتى يخف الألم هو طبعا طريقة صحيحة الألم يجي بتنبيه نهايات الألم ما له علاقة بالحساسي والهستامين قد تزيد تفاعلات المحديش شديد من احتمالية حدوث تفاعلات جهازية خطيرة طبعا إذا كان فرز السم غالبا بيكون حول البعاء أما إذا مثلا فيها حيانا نازل هتكون لسعة مثلا فاتت شوف في الحشرة داخل وعندما فرز السم هون كارش حقيقي يكون موضوع أسرع يعني كانوا حقا وداخل الوريد مثل ما قلنا إذا تعرض المريض مرة أخرى فالأمور بتكون أخطر هذا موضوع مهم يعني رد الفعل الموضوع على ساعة النم للناري يتطور بثرة عقيمة تطور خلال 24 ساعة الأولى ما يؤديش في وضع حيانا لنخر وتندب طبعا بالنسبة له مننططر هون هاي المرحلة حتى وين نشوف الشفاء في القواعدين نعمل لجراحة تجميلية هاي النخر والتندب ما بيصير نتدخل جراحيا على أمر حتى ينتهي يعني سواء تليف أو تندب أو تخور تشمل تفاعلات الجهازية الشرح طبعا هذا عالم يميزي للتحسس واللزمي العائي وانخفاض في ضغط الدم طبعا كله بسبب فرصة لا يستأمين والتشنج القصبة ويصاب المرضى من تسمم يعني الكمياء الضخمة بالقياع الشديد والإسهال وانحيال عضلي قد يصل لعضلة القلب طبعا هو يستموم يعني يستموم الحقيقة سيئة أو تأثر على كل الجيش ردود فعلي المتأخرة من 5 إلى 14 يوم بعد تسمم بسم شيء خير متظم وتشبه داء المصل يتميز هذا المرض طبعا نعروف في هذا الداء المصل إنه حمم شعور بضيق وصداع وشرا تضخم في العقد المفلي والكهاب المفاصل هلأ نحن نقدم لهيك مرضى بقسم الإسعاف والطوارئ تفضل للبعض طبعا أول شيء مثما يعني زمان سألتوا لا حد زمان أول شيء بنفتح وريد نعلم قصيرهم هاي قضية أساسية لأن الجماعة الصدمة ما بيستنوك بس أنت يعني أول شيء بيجي لعن افتح الوريد تفتح خط يعني بعائي طبعا في المقدم مثما قلنا بنحقون أدرينادين يا جمعال أمبولي العضلية تجيب تركيز واحد للألف نحقنا طبعا للبالغين بالنسبة للأصغر بس أنت أمبولي بيمشي الحال طبعا هاي الجرعة الجرعة القصوى بيخللك مثلا الصنط المكعاب عند أطفال يجب أن يتلقى المرضى التي استمرت على رضهم بالرغم من أدرينالين العضلية وأولاك لديهم دليل على الصدمة بنفرين كتسجيل مجتمع الآن مباشرة نعطينا أدرينالين العضلية الأمبولي بتركيز واحدة في مجازي وإذا ضل عنده صدمة فمنعلق شيء اسمه مضخة مضخة التسريب مستكلم التسريب مستمر تعني مضخة تعير جماعات النايب يعرفوها تماما نسرب أدرينالين فيها ممدد طبعا ككل الإسعافات الأبي سي يعني نكون حاضر أنه نجرأ مثلا بريتينج موعم سيركوليشن هاي يعني الابي سي من الإنعاش لا تكون حاضر لأنه بجوز يجيك بصدمة تحسوسية قدنا الخط التالي هو السيريدات مثل بريتينج زولون جرته بالحظة الطبيعية للعلمناك وإنها واحد ميلي جرام لكل كيلو جرام بس هون نفعل صدمة 2 ميلي جرام لكل كيلو جرام تمام على تزيز على 135 ميلي جرام مضادات استعمين اللي عرفين باسم تجاري مشهور ديفينهيدرامين من أعطاء طبعا أمبولي بشكل عام جراء قطبة 50 ميلي جرام ما من الصدق إن شاء الله منضادات الـ H2 الموجودات في المعادي طبعا أشو السبب لأنه الـ H2 مو بس موجودة في المعادي ووجدوا أنه تنجد كمان في أمارك أخرى في الجسم كانوا أعطاء ضروري بالنسبة للخصبات بصراحة الأولوي للإرزاز بالسابوتامول عرفت كيف عن طريق الإرزاز المرضى اللي عندهم أعراض جهازه يجب أن يعالج بحاصرات H1 والـ H2 وسترويدات وبدون إبنفرين أو بدون إبنفرين أو هذا الإرزاز المناطي السابوتامول ومعلومي ما كثير قيمي نحن في شغلة مهمة بالنسبة للشوكة الحشرة للشوكة الحشرة ضروري ما كتير نركز عليها الاهتمام ونشيلة ونشدة وكذر وإخري قد تكون في حالات خاصة مسكرة وعاء أو تشعون نحن ما نمساجدين عليها مشيلة بعد ما تتقر حالة المريض المراقبة تستمر عادة 4-5 ساعات تكفي إن شاء الله أما المرضى اللي وضعهم سيء مثلا اللي يتلقوا 100-3 ساعة وعادة يكون هذا الأمر عندنا حالين يقول لك أنا لا ساعة لا ساعة ما بتأثر فيه بس أكيد 100-3 ساعة هذا يعني ضخم ضخم جدا من السم داخل الجسم أجباري يعني هم يكون وضع خطير يعني خاصة إذا كان مسن وعند أمراض كبيرة أو كان طفر صغير هالذول اللي من نسميهم طرفي الحياة طرفي الحياة يعني مثلا العمر فوق 55 تحت الخمس سنوات عادة هالذول بينقبلوا في المشفى وبتعلق لهم سيروم وداعم وعلاجات اللي تكرر تمام يعني هاي مقاربة الحالات متنوعة عادة بس يعني بالإسعاف نحرص هيك حالات ما يعني نعامل مع عمل بسيطة على أبرياض يروح البيت نقللوا في الجناح أخي أربع خمس ساعة وصل في أن الجميع يا جماعة أنتم بعدما أخذتم هذه المعلومات هاي لازم دائما تتعاملوا مع أي حالة إسعاف من هذول الحشرات أو النمل أو النحل لازم تتعاملوا معها بشكل واضح وأكاديمي وقياس الضغط موضع المونيتور ضغط القلب الأمور الموضعي الموضعي الموضوع الجهازي وهو الدوران فتح ورين الإبنفرين العضلة مثلا الأنتي استامين أو الإبنفرين الوريدة في الحالات المتقدمة يعني هذا الأمر ما لازم تنسو استرويدات طبعا بريد نزولونا على رأسها شكرا لسعادة العناكب طبعا العناكب يعني كتير منها أقسام سامي يعني بمجموعات سامي إلى العناكب عادة ما بنوجده في بلادنا بس في طبعا هذا الموضوع لا ينفي يعني في عينة في بلادنا عناكب سامي لازم نتعامل معها أو رحنا أخد نوعين يعني يعني العنكب وتلبني الناسك اللذغة غير مؤلمي هشاء المهمين لازم نعرف الطوار لأفي حمامي صور بي ثلث مع المد عدة أيام الأسابيع الترك ندبي طبعا ببعض الأحيان قد يحدث فرد فعل حال مع الألم الفوري تكون اقتنسية مع بيضاد موضعي طبعا هذا مش السمي بس صار عنا بيضاد موضعي بقمة السم شديد مركز غالبا تصبح العاف نخرية خلات ثلاث أيام الأربعية وتشكل نخرا كبيرا طبعا مثل ما قلنا ما قلنا ما قلنا تدخل بالجراحة عليه حتى يوقف النخر في النسوج طبعا فيها عنكبوت شردنا التشريد لما بيقرص الواحد يعرف اسمه من الشمال الغربي علامات العاصرة تشبه عنكبوت ما هو مطلوب أن نعرف عنكبوت يعني يعني بعد ما يتدخ من عنكبوت ما حد رح يخلق أشكال نوع ما قلنا دققونا في مسألة البداية شما نشوف ألم إنه ما ألم يعني باسمهم طريقة علاج وشو بيسوي خلف توقيت طبعا كونه ما فيه اختبارات بتحدد نوعية السم ما قلنا في جانب يتم الأصل التأخية بأصلح الجراح للأفات التقر روحي الشديد حتى تكتمين عملية النخ عنكبوت الأسود أو ما يعرف بالأرمال السوداء من يعرف بعين دكتور أنا بعرف لأنه بتقتل جوزة ولادة الله يخليها ويحفظ بتقتل ولادة بس جوزة مال بس آه هنون بس جوزة بتقتل جوزة بس يا أخي بيتقاو بس هتجوز أي والله هاي اسم سمية الأرمال السوداء طبعا لأنه تقتل زوجة مباشرة بعد التزاوج آه طبعا هي من اللدغات السامي والسامي جدا للأسف يعني تشعر السم بسرعة شديدة وبصير في يعني طبعا هو السم حقيقي فنشعر بوخص الدبوس بالأطراف تظهر حمامة مكان اللدغة في عضون ساعة واحدة بشكل آفي بشكل الهدف طبعا المال مقصود بشكل الهدف نقطة بالنص نقطة حمراء وحواليها طبق ويضاء المظاهر الجهازي تشمل ألم عضلي متشر وخاصة يشمل مجموعات العضلات الأكبر بما في ذلك الظهر والبطن الجهاز يتردد الألم الشديد ويختك في عدة أيام وطبعا أي حال شديد يسمي أكيد راح ترفق مع القيام تشمل المضاعفات خطيرة وإن كانت نادرة اتهاب العضل القلبي طبعا يا جماعة بالنسبة للسموم فتكون عنكم صورة تامية أنه تعمل انحلال عضلي أو تعمل التراب نظم في العضل القلبي فالأمر جد خطير مثل في قسم الطوارئ شو متقدم لساعات العناقب طبعا تقريبا مثل حكينا عنه إضافة إلى السموم بتعمل تهيج عند الإنسان فهون ضروري ينزل شي اسمه بنزوديازيبين تقول بنزوديازيبين يعني هو مهدئ تمام ضروري ينزل في موضوع الإلاج بالنسبة للعلاج الترياق أو يسمى الانتيدوت مضاد السم هذا يستخرج من مصل الحصان طبعا نطلع الموضوع لا نوضع كمية صغيرة من السم في الحصان فالحصان بالشكل الضمنا عم ناخد من مصل الدم وعفا من سفله من طلع المصل هذا المصل فيه الضاد هذا التروي حقيقي بيكون موجود في القسم الإسعاف للعناقب مباشرة نعطيه للمريض عرفته كيف أي مريض مريض اللي بحاله حادي سريعا يتحسن إن شاء الله وصير الرضو جيد لقد أختم وصف 56 حالي مميتي من حساسي مفتوى في هذا العلاج لذلك يقتصر استخدام للحالات الشديدة المقاومة للمساكينات الأيفوني والبزون تذبية يمكن تخريج المرضى الذي يتلقون مضادات السموم في المشهر بعد فترة مراقبة قصيرة المقصود فيها يوم كامل 24 ساعة أي تلقي لمضاد السم لازم يمكن المريض 24 ساعة طبعا ليش بصير 56 حالي مميتي من حساسي لأنه مصط الحصان أكيد فيه عنده أضاض كأنه نحن نضطي الجسم جديد على الحساس هلأ موجود في بلدنا الريتيليا أو الريتيلي معروف بالعمير رتيلي بتوقع الغالبي شافها ما في إنك ما حدا أكل ساعة منها ولكن الغالبي شافها وهي معظم أصناف غير سام وبشدي من الأسف دفاع عن نفسها يكون بإطلاق أشعارها مثل الإبر على الجسم الغريب ومنهم الإنسان ما كتير بتخترق جد الإنسان وكتير ضعيف هاي الأشعار فغالبا بتكون تأذي القرنية إذا كان الإنسان مقرر عيوني منها يعني بصراحة بتزد أشعار على مسافة في خلق تحدود المتر الإنسان إذا كان قربنا فبصيب القرني وتحسن سوف بشدي الخطر الكبير هو بإصال العين يعني غير العين ما كتير بتخترق هاي الأشعار جد بالإنسان العلاج بسيط طبعا بسيط إن شاء الله البعض لضغط العقارب ألا ما في شكل قرأنا وسمعنا أو لسع أحد أقاربنا بعقرات فبصيب نحن العقارب متاشرة عنا وإننا بلد عقارب بشكل عام السم بسبب ألم فوري وتنميل طبعا مثل ما قلنا السموم بتنتشر بتعمل نمل أو حس وخز في الأطراف تأثيرات الجهازية نادرة تحت الشيء رئيسي عند الأطفال يشمل الموضار الجهازي يخل حركيا منتشرا أو ضعفا في العصاب وخفية حركات التعليم المتنقلة والشفاء وصولة البلع تستمر لأعراض الجهازية 24 إلى 48 ساعة بدون علاج مضاد السم كمان سم العقارب لأخذ العلم في مضاد ترياق يعني في ترياق ولكن ما منستخدم كل المرضى يا جماع ما استحيل يغطي كل المرضى فمنعطي للحالات الشديدة اللي بلش عندهم بتطور عندهم أعراض عصبي فمباشرة نعطي الترياق معظم المرضى يحتاجون بسكينات فاموية أو ديازبين أو حق الدكاية المرضى حكينا عنه بموضوع لدغ العقار المرضى الذين يعانون المظاهر جهازية مقصود فيها عصبي بين ديازبين أو وردية والله الأفضل ينعطهم أنتدوتفون المصر يعني غير نادرا ما يحتاج المرضى الذين يعانون للعب الشعيد والصرير للتمييب الرغمي تم استخدام أتربين معالج لتنشيف المفرزات أعطون عدمنا أتربين الساعدات لتنشيف المفرزات مضاد مضاد سم الخيول آيف يعني أنتبادين وهو فعال للغاية اللي يعني المرضى بيعانون سمية جهازية على درجة قلبية أو عصبية تمام إذا ما نحتفظ في استخدام مضاد السم مضاد سم الخيول للي عندهم اضطرابات قلبية وعصبية تمام يا جماعة حتى يكون عنكم اطلاع على موضوع لساعة العقل يمكن مراقبة المرضى عادة ست ساعات بيخراجهم إذا ما عندهم مشاكل جهازية عندهم مشاكل جهازية قول 24 ساعة بعد ألبية مطلة عندك طيلا لضغط الأفاعي طبعا كمان ناس تقريبا العقارب متشرف في بلادنا لضغط الثعابين في المجمل السامي ما تنوى النوعين من الثعابين هون الحقيقة نحن في بلادنا غير هاي الأنواع بس تقريبا نفس الترتيب نفس الإلاج إن شاء الله الأفاعي ثم يعرف بالكروتالين تمام أو أفاعي بطيك اسمه الحفرة طبعا كلياتنا منعرض أن السم بيطلع من الأنياب تغرزهم بالجل والضخ السم ضمن في النسج تحت الجل تقريبا 25% من اللدغات تؤدي إلى تسمم طبعا هاي نسبي عالي كتير ما يقويس نسبي بسيطة المظاهر السريري تعتمد تأثير التسمم الكرتالين على حجم ونوع السعباء وطبعا عمر وحجم الضحي مقصود فيها نحن 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 دائما بالنسبة لسطح الجل ما تلك بالنسبة يعني السم المميز لسم الأفعى هي وجود أعلامي أو أكثر معلمات الأنياب مصحوبة بالألم والوزن طبعا بجيء الإنسان في واضح مكان عضا نعم أتلاد العقاد اللنفاوي المؤلم هو العرض رئيس ويعني شاء ويتم بقالبا ما يتم تقر الغثاء واللقياء والطعم المادني عند المرضى لأن تقر الغثاء من اللقياء دائما نشوفهم بحالات تسموم طبعا تسموم مخصوص فيها بالسم المحكوم مظاهر الجهاز الشديد منشوفه عند جماعة أطراف العمر وعند الأمراض هو متمثل ضغط الدم وعند انتظام ضروات قلب والصدمة الصدمة التأقية التحسسية طبعا منخاف بموضوع السموم يا جماعة بتعمل شغل اسم الدي اي سي مين بيجاوبنا شو الدي اي سي هي عبارة بصير تخصر يا رب تمام مات مجلة غيري اسف شو الدي اي سي بيجاوب يعرف دكتور هو تخصر متمشل بالأوعية الدموية بصير تخصر تقريبا بالمعظم الأوعية في الجسم لحد ما تستهلك عناصر تخصر كلها بعدين ممكن توصل عنا لحالة بصير بعدين بالآخر نزف شديد بصير بنزوف المريض من كل مكان تمام مش قلت نسبة الوفاة لما بصير عنا دي اي سي والله ما أبعرف صراحة ما أذكر تمام الدي اي سي هو مرض خمسين في المئة مميت إذا نسبة عالة جدا جدا تمام دي اي سي مرض يعني جدا خطير لأنه ما بتاع فوقروح الصغيحات عام من التخص داخل الاولي المنتشر كثير مرض خطير وما بصير نصله أبدا نهائيا ولما منصله فعلاجه شو يا جماعة شبتاني جاوبنا غير اسمه عيد شو ذا علاج لدي اي سي نقل صفايحة نقل بلازمة وصفايحة نعم اسمه البلازمة المجمد الطازجي صح البلازمة الطازجي المجمدي ننقله للمرضى فنحصل لنا عوام التخطر هو علاجه طبعا للدي اي سي خمسين فلمي من مرضى يعني بيموتوا خمسين فلمي من مرضى بعيشه تشخيص تشخيص تفريق للموضوع رسل الأفعى طبعا بالنسبة تشخيص بشكل أساسي بعتمد على وجود إصالات موضعية يعني هو أثار الأسان المنشوفه والطراء الدموي يعرف حد الأدنى من التسمم بأنه تورم موضع دون وجود علامات جهازي ولا مخبري طبعا ما قلنا قبل مريد يكون عادة عدة ساعات وقد يتسر من بشفة على أنه ظلما على أي يعني توزم أو اضطراب يرجع لعنهم بشرة دي اي سي قبل عناي قبل واحدا ونقبل لازم طازجي تشمع الاختبار الدموي ضرري طبعا أهم شيء اختبارات التخثر تحليل بول تحليل بول مشان نشوف موضوع النخر القلي كمان من سبيل قسم الطوارئ خلاص يعني نحن لما منحول المريض إلى العناعي بيستمو طبي بالعناعي هو عادة يعني لازم يوصى باستشارة خصائي السمو الطبي ومصول فيه خصائي العناعي عنا هون اجرى مراقبة للقلب وتحوال قنا مباشرة في الطرف غير المصاب بالسم توفير بيناء موضوع الجروح والتمنية ضد الكوزاز مخاف مثلا لسعة الأفعال كوتي عصيات كوزاز معها طبعا لعلاجات مثل ما قلنا علاج مضض السم في الحالات الجهازية وهون مشتق من الأغنام عادة جرعة نستهلك أربع إلى ست قوارير طبعا قابل لزيادة بعدها أشعر المهم يقدم لساعات الأفعال هي التخثر أهم الشيء من ظلم نحلل وضو الصفحات وضو البيت الزمن بروس رومدين بغي لك يشمل علاج الصيان يعطى جرعة إضافية بمقدار اثنين قنيني أو أمبولي بعد ست وطمعش وطمنتعشر ساعة بعده نعم نعم مراقبة جميع المرضى لدي عنقذ الصفحة أقل 8 ساعات في الجناح بعد موضوع ادخال المرضى الشديد قلنا مباشرة إلى العنائي واحد العنائي مركزي دائما بس طبعا دخلنا العنائي فصار إجبالي من نعطيه المبهد الترياق بيقول لك فيما يطالب خطر إصار بمرض المصر بنسبة 5% مراقبة مرض يعني نسبة مقبولة قتل المراقبة يعني العنائي المصر هو بريد نزول طبعا هو دائما تحسسي واحد من كرام في كرام يتناقص على مدى سبوع إلى سبوع إن شاء يعني المصددات تتروح من الجسم النوع الثاني من السعبين هي تعبين مرجاني ما في داعي هذا يطلع كثير ما في داعي هذا الحرب طبعا الحرب موجودة في بلادنا منشوفة لضغاتها بتأدي إلى المتورم سمي جاد ما حكنا دائما السم بس سرع بالجسم حط في تنمية ضعف عاد بيكون في اشتفى في ضغط الدم وات ميعاي لذلك مثل الحربة وغيرها يعني أفضل ما تكون حوالينا وتقتال يعني حوالينا الشيء المهم بالنسبة للحربة أو للأسعتها يعني الزاحة تائمة بيتمسك بسنانه فالأفضل صريقة نشيل تمه من عرضة يعني نحطه على سطح إذا عرضتنا الحربة مثلا ما نمسك بقانج باشير شدة بطالة مع قطة طاحة من عنا لا النزلة هي على الأرض هي بس حسة تجريها ثابتات على أرض مثل مثل أي الزواحة فتتترك من ثم ما وتمشي كيف الزواحة عندها غريزة وهي معلقة في الهواصف تتعلق بيككة ما عندها مشكيات بمجرد إزالي يعني عناية الجروح عناية عادية وهم شيء ما بتخيطه جروح قد يكون جروح كبير الجروح دائما بيروح للاساعات لا تخاط أبدا نهائيا مراقب يشكل أساسي ست ساعات على الأقل بعد إزالي تحلواء النادرة ما شوف تضمات تحسسين من الحربة في مصطلح هون رح نتعرف عليها هو مصطلح اسمه قبل الغرق ما ضمنه يعني شافي الحالات سواء بأفلام أو بحالات طبيعية إنواح نساء البحر أو على نهر أو على مسبح ما أحسن نسبح بخلق والله حسيت حالي بدل الغرق فما هو الشعور بما قبل الغرق الغرق هو وجود غمر هو الغمر في سائل يؤدي إلى ضاقة أو فشل هذا الغرق ما قبل الغرق طبعا تسحب كميات قليلة من الماء إلى الداخل أرث شون هذا يعني قبل الغرق عادة إصابات الغمر على درجة يعتمد يعني درجات وعلى درجة صوت تجاه تحصل مركز أوه وطبعا هون يعني أفضل مكان يتطبيق شيء يسمون الإنعاش أو الإنقاذ إنعاش ABC وهون يعني هون طبعا صاد في عدة مدارس وإنه نعطي نفس بين عشر وإنه عشرة وعشر ضغطات على قريب وخلف بين سبعة يعني في مدارس تجاه أكيد أنت عشرين من المرضى الذين يعانون من صابات الغمر لا يستشقون الماء ولكن تعرضهم بسبب الاختناق يعني قصدوا أنه بيحبسوا غازات بارتفاس CO2 بالدم وبالتالي أنه ما كيف يكون مية لجواتهم بس أكثر أذاءهم من حبس CO2 الماء الذين يستشقون الماء إلى رئتهم تعرضون لغسل من العمل السطحي ويؤدي إلى نقص تبادل الغز التنخيم الخطاء وانخماص الرئة واضط رافي معدل التهوية أو معدل التهوية تروية ونقص الأكثر سنتج الوزمة الرئاوية غير قبيع يتنشق المعكد إلى الشديد تختلف نتائج تكون رئتا نصطفية أو تحتوي على خرار النعم خشنة أو وزيز الحال تتراوح حال العقلية من طبيعي إلى غي بولبي طبعا المرضى معرضون لخطة من خفاض درجة حرارة الجسم السبب هو مركز الحرارة بالهيبوتانوموس يكون نقص الأكسجي لدرجة معدل يستجيب عن خفاض الحرارة من الجسم طبعا نحي كانت تعرض للرطوبي بالثياب والجو عادة يكون مساعد على البرودي يعني الهواء بس ضرب الهواء والأكسجي أو الهواء ساخن ضرب الجسم الرطب في حادث البخر المقصي تسحب حرارة من الجسم طبعا ما في جدائة تشغيل السفرقي خلاص أكيد الناس جايبين من المسبح فأكيد يعني مسكين بقرقى تكمل بعده صورة نعم أول الخطة هي قياس درجة حرارة بالنسبة أنك طبعا بعد الإنعاش قياس درجة حرارة أساسية ووضوف في مكان تشفر درجة حرارة يجب أن يخضع ضحايا شفاء درجة حرارة الجسم والناس يعني غمر الماء بارد فيها توقف مناورات إنعاش قوية وطويط الأمد ليش لأن نحن نعرف مثلا توقف قل خمس دقائق في حالة طبيعية الدرجة حرارة طبيعية الدماء وتنخر في حالة البرد لا هذه المدية أطول بكتير يعني 15 دقيقة إذا الإنسان تحول ماء بارد تعرف أن البرود تحفظ الأشياء لازم يخضع لدورات إنعاش قوية وطويط الأمد ممكن يكونوا قابلين للحياة أرى تشتون تحتلطوا الطبيعية الحرارة وتدفئتون وأنا عاش هون يقول لك ممكن أن نصيروا يعني يعيش بغلق أنه لازم ما نستعمل صدات حاوية من إجلس الجقراوي أخي عم استخدمها لأقل من هيك بقى أقل من صدات حاوية ما في مشكلة بنسبة لقطاع التروية عن الدماغ مد منيحة ففي شي عندنا بصد وزم دماغي ويستخدم مكاني طول أو مدرات طري من أجل تخفيف وزمة الدماغ أو محلوط ملحم ومفلوط التوتر عشرة يعني وتنبيف من عرض فرط التهوي تمام يعني علاجات في العناع مطالبين بأساسيات طبعا بس ممو بالتباصيل نعم خالصين الإصابات الكهربائية والصواعق طبعا إصابة الكهربائية معروفة والصواعق الكهرباء ما في شك تعمل حرق خاصة إذا كان بولط عالي يعني فوق 200 غط بيعمل حرق حرق فوق الدخول فوق خروج مظاهر سري تلف الأنسي جي مباشر من الطاقة الكهربائية تلف الأنسي جي حراريا الإصابة المكتفى ناجم عن الصدمات الناجم عن السقوط أطفال كهرباء عنده تقلص لا إرادة وبينفض جسمه إلى وراء مثلا بيقاعد على رأسه وعلى إيده وبينكسر كذا هاي اسمها الإصابة الميكانيكية اللانطنيات القلبي طبعا منشوفها للأسف لما بتعبر الكهرباء من منطق القلب بلأسف القلب ما اعتمد على موضوع كهرباء وعقد جايبي وزيني تمام فأراج فامبوطينه هو أسوأ الشي وتوقف في قلب يعني ممكن يموت بهذه الطاهرة أكثر شي مر المسار الكهرباء يكون عبر القلب تظهر المضاعفات القلبي بشكل أكثر شوعا في إصابات الجهد العالي مفتوض في فوق 200 فوض دان وعيد مؤقت أمر شائع حتى نجم حروق شديد عن تنامس معفوض الجهد العالي لا يعتبط حجم إصابات الجهد بشكل جيد مع إصابات الداخلية طبعا صوات الرضي حكينا عنها الترافق مع إصابات كهربائية طيب بعد طبعا نجلها وبلنجيزيا ما رح نطلب لكم فيها أكيد يعني طيب الله يسلام وك حب وك تشخيص طبعا التشخيص يعتمد على أنه بجو الأهالي أو المشعفين المصاب يعني دكتور اللقصة في الكهرباء فخلاص يعني ما بد تشخيص وهون بقد أكل مرضى اللي يعانوا يعني لما نشوف الترابات نظم مثلا ضروري أن أعرف أنه كان عنده الترابة نظم سابق أو لا تمام فهي شائع كثير مهم وأنه لما نحن نعمل صحيحين هو بالأساس سوى العقل إلا ما هو سوى العقل هاي شاء اللي كمان مهمة أصابة العضاء الشديدة بيرتفع ناس TK بالدم أو الميوغلوبين كمام بعده خاي بقسم الطوارئ والإخلاء رعاية قسم الطوارئ والإخلاء الإخلاء يجب دائما نعمل للضحايا أو المصابين على أنهم مصابين بالصدمات المتاعد الحاد وانتباه للبروتوغيات دعم الحياة المتقدمة في العمود الرقب وعمود التقيم مجرى الهواء طبعا ABC وتأمينه في حروق الوجه الناجم عن الكهرباء فإن إصابة بحروق مجرى الهواء ليست شائعة والحاجة يدعم مجرى الهواء أقل حاجة يتم تغفير الأكسجين عالي التدفق مرقباتي في قياس الأكسجين النبضي الراجح فعلا بطين أو لا انقباضي يتصر القلب بطين بالنسب بيستثم روتوكولات فغالبا نحتاج إلى الصادم تحدث النوبات مباشرة مع الصادم الكهرباء يتطلب النوب الجديد علاجا قياسيا ومن ضرورة مراعاة الإصابة الدماغية البؤرية طبعا إصابة الدماغية البؤرية تنتج أما عن مرور تهرباء في الدماغ أو عن لما يقع مثلا يمكن التنصاب رضيا يعني يقع على حجرة مثلا أو على قطة حديد أو هكذا فبسل بعد طيب من النادر نشوف متازم الحجرات طبعا متازم حجرة وارتفاع الضغط داخل أحد الصفاقات في اليد بالنسبة الحين العضلات نعرف دائما بيطع البوتاسيوم من داخل الخلايا رفع البوتاسيوم بعدي لا توقف قلبي مرحة انبساط كمان هذا بدون يعني مراقب مراقبة القصور كل وإحاد لأن حلال العضلات كمان ميقلبي من القصور كل وإحاد دائما هذول صاروا مرضى عناية دائما بدون قصطرة مراقبة الخروج البوليون وكلاوي وشغالي بالنسبة للحروق الكهربائي تعامل مثل مثل الحروق من على أقل سيرومات وكثير السوائل وهذه قضية مهمة التغذية تحرق ضمضات جافة معقمة وتكون ضدت حيو الوقائي جاهزين ويخلق غير ضروري لأن حقيقة هذه الهروق غير ضروري التأمين ويقا من الكزاز حالة نادرة طبعا توفير السيطرة على الم مع الموادفين طبعا يا جمعال تأخذوا فكرة من حرق الكهربائي كتير مؤلم وخلال مارساتنا بالإصاب كتير مؤلم تثبيت القسور طبعا ضروري بالنسبة لمرضى الحاوم يعني دائما يستشار موضوع النسائي لأن غالبا بمر الكهربائي من البطن يمكن توقف قلل الجنين هاي كمان أمر يعني فيه نظر فجرع إلى الجنين ضروري جدا بالنسبة إذا مرضى الصواق الكهربائي ويصابات لازم قبولهم في المكشفة عادة اليوم إلى يومين بيمشي الحال إن شاء الله وبعده تزويد الوالدين بالتعليمات السطرة نزيف الشريان الشفو المتأخر طبعا المقصود فيه إذا ما بيكون مسانة كهرباء ماسكي الفم ومتنخرة واصل إحدى الشريانات طبعا أي ضغط عشريان إن شاء الله بوقفو عادة بيكون كهرباء عبر اليد بتتليف شفنا حالات كيف هم في مارا خروج كهرباء من يد فسبب بحرق وتليفت المكان تليفت اليد فحتجنا جراح تجميل يدخل عليها عادة لما بيكون المرضى الذين لا يعانون من عراض تعرضوا عصابة مخافضة وتقال طبيعي فبيكون فخص البدنية عادة ويتم خرر المنزل المنزل تجاه شيء المهم بالنسبة لكم كطباء وإسعاف كل مرضى تعرضوا لصواع كهربائي أو كهرباء ضرورة جدا تخططوا للقلب يا جماعة تمام لأنه بجوز هو من هول الإصابة أو من ألم الحرف ما يشعر أنه عنده الطراب نظوم خرجوا النظوم بتوفى وانت برجال عندك خططط لقلب وتقول لا فالطب لازم تكون راحي هو الشيء الطبيب يكون حما نفسه تعني شيء ما ضيعت الشخيص تمام مهم يا جماعة البلاد إصابات الناجمة يعني جس التحكم الفترونية طبعا أه هذولي الشرصة بيستخدموه هن أجهزة الصعق وكذا بيكون توتر ضروا العرفة لأنه للأسف جماعة الشرطة بيستخدموه عادة ثم تقيم العلاج المرضى حسب الحالي بيكون عندهم هياج لأنه كهرباء تكون عادي عادة ثم تكون الأمور جيدة والشرطة إذا عنده خبراء فإن بيضعوا الأطراف وما بيضعوا المركز يعني إذا ضرب الصدر مشكلة كثيرة عادة أنه ما بيصيب غير الأطراف الصوات البرق والصواعق واردي يعني سمعتوا أكيد كلاكم سنين الماضي شون تنزل البرق يصيب أثناء أفراد مثلا نكون تحت شجرة على متور فيه سيارة أثناء الورعد والبرق نقل لتحت أحيان نحن معروف البرق بالتعريف هو تيار كهرباء طبعا ما في شك بين الغيوم والأرض لما برمج جسم الإنسان عادة والله ما بيمفرد لا نادر لا طويل لا مر يعني هو فوز عالي جدا جدا مشكل كثير كبير يعني بتغير مباشرة القلب عجبان بطين وبين أحيانا أحيانا ما بينتقل يعني عالجسم مباشرة حد الجسم مثلا بسبب حروق وأذيات طبعا مظهر تريدي بيجيبوا المريض وأنه أخي تعرض لضربة برق ونشوفوه من أقتلو يعني متعاول معهم مثل تعاول حروق الكهربائي عادة بعد 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 تمام خيط مالفا مثل ما قلنا دائما ضحايا أو المصابين بموضوع الكهرباء والبرق وهم نتعاملون على أن المصابين بصدمات متعددين ما شي فدائما ممكن الصعيق أو البرق تشتفوا فما منشلوا بشكل عشوائي مثلا بتبتوا لعمل الرقبة مثلا بتوقف رقبة هذا هو جمع الدفاع ما دين لازبون متقينها وهم فعلا متقينين يعني لما بيجوا عند مريض مغمى مباشرة بتبتوا لعمل الرقبة مشان ما يتحقق بعده كمان 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 نعم بكفي خالص خالص هاي إضافات أكيد منكم طلبين فيها تمام بكفي كاترين يعني لازم هاي يا جماعة هاي المحاضرة هاي أساسية نحن لازم نعلمكم الطب العام واليوم بالوقاية من أفضل أنواع الطب اللي بتعلم طبيب الأسعاف تمام في أي سؤال أو استفسار الله يدرك بالخير يا حكيم مارك بك هلأ شو بدنا ناخد لسا جسات غير هاي هاي هلأ في أول محاضرتين بهذا المقرر هنقرر لكم بدل هذوك المحاضرتين ما راح أعطي نياها وهيك المقرر بيكون هذا المطالبين فقط لا غير إذن هذوك المحاضرتين الأوليتين من هذاك المقرر ما كم طالبين فيه طالبين بدل منهن هذو المحاضرتين إذا فيه أي سؤال أو استفسار أو كذا فممكن نعمل محاضرة بس لرد الاستفسارات يعني هذو المحاضرتين راح نقرر لكم بدل هذوك المحاضرات يعني عمليا هذا هو المنهاج المحتمل استثناء هاي المحاضرة تبقيت الطرق التنفسية فأنا خلاص حزف قني هم المنهاج هذا تماما راح تاخدوه الصدري تمام شعور بجزاق الكار يا رب تمام وبلغ طلاب بهذا الأمر تمام إذا حبيت أن أملكم يعني بالنسبة لهذو المحاضرتين الأوليتين إنه هيك مراجع عامي أو هيك مثلا الرد على بالنسبة